لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من الجزائر العاصمة الإعلامي الرياضي خالد توهامي أرحب بك معنا سيد خالد وأبدأ معك هذا النقاش يعني أولا حول من صنع الأزمة هل هو بالماضي أم الاتحاد الجزائري تحية طيبة لكم طبعا ربما من صنع الأزمة هي أزمة نتائج لأن النتائج هي من كانت الفيصل فيما حدث من حيث هو النتائج السلبية لا يس على صعيد كأس أمم إفريقيا في النسخة السابقة فقط وإنما على مصاري ثلاث نكاسات كانت قبل كان كاميرون وبعدها إقصاء من كأس العالم أمام المنتخب الكاميرون وهذه المرة الخروج من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا بكو ديفوار رغم كل الإمكانيات المادية والبشرية التي وفرت للمنتخب الوطني الجزائري كان إقصاء للمرة الثانية توريا من الدور الأول لهذا من كان سببا هي النتائج وهنا نكون قد وصلنا إلى نقطة عدم التوافق فيما يجب أن يكون عليه أي ناخب وطني أو اتحاد الكرة لأن الجميع يبحث عن حقيقة نتائج إيجابية في المنتخب الوطني أو فريق ولكن نحن الآن أمام طرفين وكل هالطرفين يتمسك بموقفه إذن برأيك ما الحل للأنسب؟ نعم طبعا هو الحل الأنسب هو الجلوس على طاولة تفاوض بين اتحاد كرة وأيضا بالنسبة للناخب الوطني وهذا ما هو معمول به على كل المستويات لكن ما حدث هنا في هذه القضية أنه كانت هناك كرونولوجيا الأحداث لم تكن مناسبة وكل طرف أستطيع القول بأنه تعنت في قراراته وفي وجهة نظر لأنه إذا عدنا وإذا سمح الوقت أنه منتخب الوطني الجزائري بعد الإقصاء كان جامال بولمارد حدث للاعبين في غرف تغيير الملابس وقال بأنه مستقل وهذا ما أكده قائد المنتخب عند عودته إلى الجزائر في تلك الفترة كان رئيس الاتحاد جزائري كرة القدم والإتصادق قد أعلن عبر صفحته على منصة إكس قال بأنه حظ موفق للمنتخب الوطني مع مدالي بن جديد وأعتقد هنا كانت النهاية ثم بعدها جاء بيان رسمي من طرف الاتحاد جزائري كرة القدم يؤكد أنه قد فك الوفاض لكن ربما هذه الطريقة لم تعجب الجمال بالماضي ثم كان من المفروض أن يكون هناك جلسة حوار في مبنى دالي براهيم مقر الاتحاد جزائري كرة القدم ومثل ما كان مع طاقم الفني للناخب الوطني جمال بالماضي السابق في هذه الفترة جمال بالماضي رفض الجلوس على طاولة المفاوضات غادر الجزائر مباشرة دون اللجوء إلى مفاوضات مع رئيس الاتحاد وهذا ما اعتبره الاتحاد الجزائري هي استقالة لأنه غادر دون الجلوس والتفاوض في طريقة التسوية لكن أخبار تقول بأن جمال بالماضي رفض ذلك المقترح الذي كان في بواكي الإفوارية والمتمثل في شهرين أو ثلاثة كتعويض لأنه ما هو معلوم وما هو غريب في نفس الوقت أنه تجديد العقل بالنسبة للناخب الوطني جمال بالماضي مع الاتحاد الجزائري كرة القدم مع الرئيس السابق للتحاد الجزائري كرة القدم جهيد زفيزف لم تكن فيه أهداف بالنسبة لكأس أمم إفريقيا وإنما إلى غاية ديسمبر 2026 وطبعا أعتقد هذه النقطة هي من كانت الفيصل في هذه القبضة الحديدية ومرحلة كسر العظامي صح التعبير بمفهومها السياسي لأنه من غير المعقول أن يكون هناك عقد دون أهداف وهذا أعتقد إذا كان جمال بالماضي يتحجج بهذه النقطة بأنه في عقده لديه الحق في أن يستلم كل مستحقاته رغم أنه كان أخفق وهو يتحجج بأنه ليس هناك أهداف بالنسبة للتحجزين لكرة القدم لكن أعتقد ما هو معمول عليه على مستوى كل العقود أنه يجب أن تكون هناك أهداف حتى هو كان جزء من المسئولية الآخر الأخبار تقول إن سمحتي أن جمال بالماضي بعدما تلقى مراسلة رسمية من الاتحاج الجزائري كرة القدم يعلمه بأنه ليس ناخبا للمتخب الوطني الجزائري بعدما غادر الجزائر دون جلوس على طاولة المفاوضات كان في الأيام القليلة الماضية كان الرد من جمال بالماضي للاتحاج الجزائري كرة القدم يطالب فيه أن تكون هناك مقترح آخر بالنسبة لتسوية هذه الوضعية لأن الاتحاج الجزائري من خلال البيان الذي نشره وكأنه بمفهوم جمال بالماضي أنه آقال من منصبه على عكس ما قاله الاتحاج الجزائري كرة القدم بأنه هنا في حالة استقالة ودخلنا في نقطة مهمة هي بين الإقالة والاستقالة وهذا ما جعل جمال بالماضي يطالب بكل مستحقاته على مداري خمس وثلاثين شهرا دعيني أقول لك خمس وثلاثين شهر مقدرة بسبعة ملايين ومائتين وثمانين ألف يورو بعث ثلاثة كسر قريبة عودة فقط لنقطة وضوح بنود العقد بفهم من كلامك أنه جمال بالماضي ليس محق بموضوع القوانين الواضحة في العقود وإن كان صحيح اعتراضه أو ما صرح به فمن يتحمل مسؤولية تابعات ما جرى بسبب عدم وضوح بنود العقود هذه النقطة ربما تعود لعدم الاستقلال على مستوى رهارم الاتحاد جزيلا قرات القدم بعدما تم تغيير أربع رؤساء في عهدة واحدة منذ خردين زدشي المتوج بكأس أمم إفريقيا بعدها جاء شرف دين عمارة وتلاهو جاهيد سفيزيف ثم مع سيد وليد صادر رئيس الاتحاد الجزيلا قرات القدم حاليا ثلاث رؤساء في عهدة واحدة هنا اختلطت الأمور بالنسبة لجمال بالماضي هناك من يتحجج بأن العقود هي شريعة المتعاقدين لكن أعتقد العقود يجب أن تكون فيها أهداف إن لم تكن فيها أهداف فكل الطرفين له المسؤولية في تحمل أنه من غير المعقول أن نحدد عقود دون أهداف هنا جمال بالماضي يتحجج بالعقود لكن هذه النقطة هي من كانت الفيصل إذا كان اليوم ربما آخر الأخبار أنه تقول بأن لتحاجة جزيلا قرات القدم سيوجه رسالة أخرى للناخب جمال بالماضي يعلمه بأنه ملزم بالاقتراح الذي كان في الأيام الماضية عند مراسة إتحاجة جزيلا قدم المتمثل في تعويض شهرين إلى ثلاثة أشهر للخروج من هذه النقطة لأنه إذا كان غير موجود هدف بالنسبة لهذا العقود لهذا الإتحاجة جزيلا قدم مقترح لتعويض شهرين أو ثلاثة وليس الاستقالة وفقط لهذا يمكن جلس إلى طاولة المفاوضات نقطة أخرى لأنه ربما حتى يكون المشاهد الكريم فيها الصورة لما كان عقد جمال بالماضي سنة 2018 كان يقدر بحوالي 100 ألف يورو لما توجه بكأس أمم إفريقيا تم رفع الراتب إلى 208 ألف يورو بحكم أنه توجه بكأس أمم إفريقيا بعد ثمانية أشهر لكن بعد الإخفاق الأول والثاني والثالث هنا يجب أيضا أن نعاود العقد أو نفسخ العقد بطريقة تكون مرضية لكل الطرفين لأن العقد دائما مرتبطة بالأحداث يجب دائما العودة والنظر لهذا الموضوع يعني بناء على ما يجري من إخفاقات أو من نجاحات وإنجازات ولكن هناك من يقول ألم يكن بالماضي يستحق خروجا بطريقة أفضل من تلك التي قام بها الاتحاد يعني هذا يؤدي إلى قطيعة وخروج بشكل غير لائق نعم لكن ربما هناك من يقول أيضا أن أحسن خروج كان بالنسبة لجماعب الماضي هو عندما أخفق في كأس أمم إفريقيا أو عندما أخفق في الذهاب بالمنتخب إلى مونديال قطر لأن ذلك هو من كان الهدف الأول بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري في عقد جماعب الماضي الأول عندما أخفق هناك دخلنا في حالة من عدم الرضا بتلك النتيجة ودخلنا في ملف قاسامة وملف الثاقير من أجل إعادة المباراة أنا كنت سأل جماعب الماضي في ندوة صحفية بعد الإخفاق هل سيتحمل المسؤولية من خلال خروج بقرارات لأنه ما هو معهود أنك عندما تخفق في هدف هنا يجب أن تكون الاستقالة أو الإقالة تلك النقطة لأن جماعب الماضي وهو ما معموله أيضا إن لم تختر النهاية في النهاية هي من ستختارك وهنا جماعب الماضي في تلك الفترة لو فضل واختار أن تكون نهاية وفك الوفاظ بينه وبين الاتحاد جزائي قوة قدم كان سيخرج من أحسن الأبواب لكن تابعتها أيضا سلسلة نتائج مباراة عدم إنهزام أي نعم على صعيد النتائج مهمة لكن تبقى الأهداف بالنسبة لمنتخبية في الدوارات وبالنسبة لكل استحققات المهمة الإخفاق الثالث اللي كان في سمم إفريقيا جبل الماضي حاليا مثل ما تقول بعض الأخبار وبعض المصادر المقربة منه أنه له رغبة شخصية في المشاركة في المونديال يريد أن يتأهل بالمنتخب الجزائري ويعود لقيادة المنتخب الوطني الجزائري من أجل التأهل إلى مونديال 2026 وهذا من حقه لكن الإشكالة دائما نبحث عن الطريقة ثلاث إخفاقات يجب أن يفك أو يفك الوفاظ بين الطرفين وأيضا سيد خالد ربما تحدثت عن تغيير أربع رؤساء في فترات متقاربة لذلك اختلطت الأمور وربما أوصلت الأمور لما هو عليه ولما حدث ولكن إلى أي مدى ستؤثر هذه الأزمة على بساعي الاتحاد الجزائري للتعاقد مع مدرب جديد الآن؟ نعم حاليا الاتحاد الجزائري كرة القدم بعدما أكد رسميا بأن جمال بالماضي أصبح من الماضي مع المنتخب الوطني الجزائري في انتظار إيجاد السيغة لفسخ العقد بين الطرفين دخل في رحلة البحث عن البديل بالنسبة لجمال بالماضي وأنشأ لجنة مكلفة بدراسة السيادة الذاتية وحاليا هناك من يقول من داخل مبنى دالي إبراهيم بأن الطريق يسير نحو تعاقد مع المدرب كيروش الذي يكون مدربا للمنتخب الوطني الجزائري هناك من يقول أنه ربما في حل ما تم التعاقد مع مدرب آخر أو ناخب آخر بالنسبة للمنتخب الجزائري ستكون هناك هذه فرصة مواتية لجمال بالماضي لرفع الشكوى للفيفا لكن حسب بعض المعلومات التي بحوزتنا أن هذا أمر عادي بالنسبة لفق القوانين المعمول بها أنه بإمكان الاتحاد أن يتعاقد مع أي مدرب ويفسخ خطة العقد مع أي مدرب بما أنه قرر بأن يكون فسخ العقد في انتظار الطريقة وليس بالضرورة أن يفسخ العقد ثم يبحث عن نقطة أخرى ولهذا ربما جباب الماضي سيتوجه إلى الفيفا إن أراد عدم الرضوخ أو القبول بتسوية ترضي الطرفين لأنه في النهاية كان منذ سنة 2018 إلى غاية 2024 أتحدث عن خمسة إلى ست سنوات وهي مدة طويلة على الأقل كان يختار نهاية إن لم تكن سعيدة مثل ما كان يريدها لكن على الأقل نهاية محترمة تحفظه ماء الوجه بكل تأكيد الإعلام الرياضي خالد تهمي كنت معنا مونة الجزائر شكرا جزيلا لك شكرا